اختتم غبطة البطريارك الكاردنال لويس روفايل ساكو زيارته إلى المملكة المتحدة بقداس احتفالي للرعية الكلدانية في لندن وخلال القداس الذي أقيم في كنيسة العائلة المقدسة بارك غبطته أعضاء أخوية مار يوسف ورسم عددا من الشمامسة الرسائليين والإنجليين وفي عدة القداس الذي حضره عدد من الأباء الكهنة وجمع غفير من المؤمنين دعا المصلين إلى العمل كفريق واحد والالتفاف حول كهنتهم ولا ينسوا جذورهم الكنسية والوطنية والقومية وأن يبقوا على تواصل دائم مع بلدهم الأم وأضاف قائلا مستقبلنا هو بيد الله الذي سوف يحاسبنا على محبتنا وخدمتنا وعطائنا وختم البطريارك ساكو العظى بوصيته للمؤمنين بأن يتمسكوا بإيمانهم وأخلاقهم وجذورهم وأن يربوا أبنائهم على هذه الروحية